بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في ويبتك. النهاردة هنتكلم عن اول الطرق للكسب من الانترنت. في برنامج اسمه ده اللي هنتكلم عنه. يحول نص الى فيديو. او يحول النص الى صوت. هتدخل على برنامج فليكي. تعمل حساب يعني نيو فايل. عايز فيديو ولا عايز صوت فقط. فهنقول فيديو. اللغة اللي انت عايزها انجليش عربي اي ان كان. فهنقول عربي. اي لهجة فهنختار المصر. اسم الفايل. هنقول مثلا مجاعة شاب. احنا اخترنا الفيديو. مربع ولا بورتري ولا لانتسكيب. يعني البرتري طبعا اللي هو من تسعة الستاشر اللي هو بيصلح لليوتيوب واللي هي الشورتس. او للانستجرام التيك توك. او لانتسكيب. فيديو عادي. فهنقول لانتسكيب. اوكي. سيف. ادي الويس اوبر. سالمة. طبعا انت ممكن تختار الهنا الاسماء. انت اخترت المصري. اه فالجندر. اه اول ولا ميل ولا في ميل. فانا اخترت الفي ميل. فهيدديني سالمة. واقول له اوكي. اضلاي. جيس بويس تو او زا بويس اوبرز. تمام. هنخلي سالمة هي اللي تقول كل الاسوات. كل جملة هنحطها. ونشوف اللي اول داح. فانا جبت كصة من على طبعا جبناها من الشال جي بي تي. قبل قصة صغيرة. وقلت له اعمل السيناريو بتاعها. فحطينا اول جملة. تقع القصة في قرية صغيرة ساحرة حيث يعيش الشاب الشجاع. وبعدين قلت له لي اوت. هو بيتكلم عن جبل. فاخترت اي تختار اي فيديو من الفيديوهات ديت. وتقول له مثلا جبل. استرش وشينف عالب الانجليزي. وهيجيب لي الفيديوهات اللي فيها جبال. زي ما احنا شايفين. القفل ده معناه ان انت مش هتقدر تستعمله لان هو بفلوس. الباقي تقدر تستعمله. فاحنا هناخد مثلا الصورة لي. وقول له تمام. هيبدأ يحطي لي الجملة. الجملة دي هيكراها. نسمع. تقع القصة في قرية صغيرة ساحرة. حيث يعيش الشاب الشجاع. طبعا جهزت الجملة على الاساس ان نوفر للوقت لتسجين الفيديو. وبعد كده ادخل تاني على لي اوت. وقول له هات لي. يعني احنا شغالين برضو على شاب شجاع بيختارك ويطلع جبل. اختار ايميج. او ج اي اف يعني. او فيديو من الفيديوهات اللي موجودة عنده. المكتبة بتاعته. او عندي هنا اقول له. جينيرات. فجينيرات المفروض ان هو بالزكاء الصناعي. بيجينيرات الجملة اللي انت بتتكلم عنها. او راح اطلو النستركشنز يعني. هيشتغل على ايه. اقول له جبل. الستايل هتختار. عندي سري دي موديل. عندي انالوج فيل. هافترض ان انا اقول له انالوج فيل. وابدأ اقول له اوكي. فجاب لي المنظر ده. وقول له. يا اما لو عجبني اقول له اوكي. ونبدأ نشوف هيعمل ايه. يوما ما يصل الخبر الى القرية عن وجود جبال مجاورة تحمل الكثير من الالغاز والمغامرات. النسخة مش او النسخة اللي هي الفري يعني مجانية. فعشان كده بيديك الحاجات محدودة جدا يعني. طيب نشوف حاجة تانية. نشوف الجملة اللي بعدها. ونقول له ليه قود. بس اختار حاجة تانية من هنا. يعني انا اخترت الانالوج فيل. ممكن اختار الديجيتال ارت. ونشوف هيعمل ايه بالديجيتال ارت. وقول له اوكي. دي اوبشنز اللي هو نفس البرنامج بيعملها. يعني مش مكتبة موجودة. لا ده هو دلوقتي بيعملها حسب الكلمات اللي انا بداهله. فراح بالديجيتال ارت اداني الصورة دي. فاقول له اوكي. يعني طبعا احنا بنجرب. فانت بتقعد بقى تختار اللي انت عايزه. ممكن تاخد من فيديوهات من المكتبة بتاعته. او بتجينيريت زي ما احنا شايفين. او انك تكون عامل الفيديوهات بتاعتك. وتحطها هنا في القصة. وتبدأ تشتغل. نشوف كده هيعمل ايه. يتحدى الشاب الشجاع نفسه لمواجهة تلك الصعوبات. والانطلاق في رحلة استكشاف الى تلك الجبال. لا نقول له جنيريت. وقول له هنا جبال. القمر. هنقول 3D model. وقول له اوكي. هنشوف هيفهم ولا مش هيفهم. طبعا ما فهمش. لان انا هيلاله بالعربي. هو ما فهمش. في الشرش او في الجوة البرنامج نفسه. هو بيحول صوت العربي ما فيش مشكلة. لكن وانت بتدور الا بالانجليز يعني. فهنقول تاني. ماونتين. ومون. و3D. وقول له. اوكي. زي ما احنا شايفين. جاب لي المون وجاب لي المونتين. جاب لي الامر وجاب لي طبعا صورة يعني من عنده. 3D. تبدأ رحلة الشاب الشجاع بالتحديات والمصاعب. يتحدى الشاب الشجاع نفسه لمواجهة تلك الصعوبات والانطلاق في رحلة استكشاف الى تلك الجبال. بعد كده بنعمل داونلود. بتعمل داونلود بيطلع لك الفيديو بتاعك. طيب احنا ليه بقى بنشتغل على فليكي ولا غيره من البرامج. في حاجة اسمها أفليات. ده اول حاجة بنتكلم فيها زي تكسب من الانترنت. فالبرامج دي بتعمل بحاجة اسمها أفليات. يعني التسويق بالعمولة. يعني اللي بيعمل لها دعاية بياخد لينك كده رابط ويحطه في الفيديو بتاعه اللي بيتكلم فيه او بشرح فيه البرنامج. واللي الناس اللي هتشتري من خلال هذا الرابط بيبقاله نسبة على المبيعات البرنامج. عشان كده الناس بتعمل دعاية لهذه البرامج. وتستفيد من الافليات بتاع التسويق بالعمولة. وتبدأ تربح من هذا النوضع. فعشان تدخل وتعمل الرابط بتاع الافليات اللي هو التسويق بالعمولة. وتدخل على اللينك ده. افليات برو جرام. وتدخل هيقول لك فليكي افليات برو جرام وتنزل تحت. لحد ما تلاقي. عايزة اكون شريك مع فليكي. فبتدوس على اللينك ده. وندخلك تحط بياناتك. وتبدأ تاخد رابط. تحطه مع الفيديو بتاعك. عشان تقدر تكسب من الشرح لهذا البرنامج. او غيره من البرامج. في برامج عندها التسويق بالعمولة. لانها ممكن تكون برامج جديدة عايزة تعمل دعاية لنفسها. وفي برامج كبيرة شركات كبيرة او تتعرف. فالافليات بتاعها ممكن ما يبقاش موجود. ومش عاملة الافليات. فانت بتشوف البرامج. اللي دلوقتي بتبقى مشهورة. وتبدأ تشتغل عليها وتختارها وتحدد. وتشوف فيها افليات. وتنزل تحت تشوف فيه افليات ولا مفيش. ولو قوليها افليات تدخل على اللينك بتاع الافليات. وتبدأ تتعامل معي وتاخد الرابط وتشرح البرنامج. وانها يشتري من خلالك. هيبقى لك نسبة. دي اول حاجة احنا عملناها. وان شاء الله نكون وفقنا في توصيل المعلومة. قرية صغيرة ساحرة حيث يعيش الشاب الشجاع. يوما ما يصل الخبر الى القرية عن وجود جبال مجاورة تحمل الكثير من الالغاز والمغامرات. يتحدى الشاب الشجاع نفسه لمواجهة تلك الصعوبات والانطلاق في رحلة استكشاف الى تلك الجبال. تبدأ رحلة الشاب الشجاع بالتحديات والمصاعب. يواجه العديد من العوائق مثل الانهار الجارية والصخور العالية. يظهر شجاعته بوضوح عندما يساعد زملائه في التغلب على تلك الصعوبات. بعد جهد جهيد يصل الشاب الشجاع اخيرا الى قمة الجبل. يستمتع باطلالة رائعة تجعل كل تلك الصعابة تستحق العناء. يشعر بالفخر والانجاز لانه تحدى نفسه وتغلب على كل التحديات. يعود الشاب الشجاع الى قريته حيث يشارك قصته مع اهله واصدقائه. نحن كنت تعايز اول حاجة تانية بالنسبة للشغل على الانترنت. الفيديوهات اللي بتطلع من خلال هذه البرامج. بتكون الحجم بتاعها صغير مقارنة بالبرامج الاخرى اللي احنا بستخدمها اوفلاين. فدوت لما عملت له دونلود هيكون مثلا يعني عشر اتناشر ميجا. لو حبيت تعمله على برنامج اخر ممكن يكون يديك ستين سبعين ميجا بنفس الريزوليوشن او ربما اقل. فدي الحقيقة ميزة بعض البرامج اللي احنا بنشغل بيها على الانترنت. ان شاء الله تكونوا استفدتم من الشرح. وما تنسوش اللايك والشير. وشكرا لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.